في هذا المتجر بموسكو قد لا تجد أو لن تجد بعض الأجهزة الصينية رغم انتشارها العالمي فبوابة روسيا الشرقية تقول الأخبار إنها بدأت تضيق على اقتصاد الكريملين وإن كان يتغزل باتساعها فشركات التكنولوجيا الصينية وفقاً لتقرير نشرته صحيفة Wall Street Journal تتراجع عن ممارسة الأعمال التجارية في روسيا مدفوعة بوطأة العقوبات الأبريكية التي تفرضها واشنطن على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا بهدوء ومن دون أي إعلان تقلص كبرى الشركات الصينية شحناتها إلى روسيا تقول الصحيفة ورغم دعوة بكين هذه الشركات لعدم الرضوخ للإكراه الخارجي كما تقول تقر بأن العقوبات عطلت تجارة الصين مع روسيا تعطيل قد يضيق الخداق على موسكو وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة التجارة الصينية انخفضت شحنات أجهزة الكمبيوتر لأكثر من أربعين بالمئة وانخفضت أجهزة الهواتف بنحو ثلثين عدا عن انخفاض صادرات الاتصالات الأساسية بنسبة 98% وبالمجمل انخفضت الصادرات الصينية إلى روسيا بنسبة 27% بين أبرز عمالقة التكنولوجيا الذين كبلتهم العقوبات الأمريكية وقلصوا إمداد موسكو شركة شاومي وشركة لينوفو التي تعتبر ثانية أكبر مصدر للأجهزة في السوق الأوروبية بعد HP الأمريكية إذا تم عزل شركة صينية لأجهزة الكمبيوتر الشخصية عن مورد الرئيسي للرقائق فالأمر سيكون كارثياً بين بيكين وموسكو وانقصرت المسافات واتسعت الأبواب الطرق وعرة بعقوبات واشنطن وحلفائها عقوبات دخلت من بوابة روسيا الغربية بالحديد واندر ترجمة نانسي قنقر